موسيقى كلمة موجودة الخطارة كانت تحية وكان الودينا معيشنا في هذه البليسة مع واحد الميضعات أخرين كانت معيشنا فيهم خيرين كان الرمان ها هو الزيتون ها هو الكرم ها هو ولكن يبس حيث يبس هذا الشي يبس نتحنا تتمتع جهة ضرعة فيلالت بموقع جغرافي حدودي مهم على الضفة الشرقية للمغرب وبمناخ صحراوي شبه قاحل وبتنوع جغرافي فريد وتعتبر الجهة من المناطق الزراعية التي تلائم مناخها القاسي حيث تعرف بمنتوجاتها المجالية التي تميز كل إقليم على حدة كالثمور والتفاح والزعفران وتربية النحل والحناء والورد وشجر الطلح والإنتاج الحيواني وغيرها كما أن للجهة مؤهلة وخصائص عديدة كتراثها الثقافي الغني والمتنوع وموروثها المعماري الأصيل ومجالها الواحي الممتد ومنتوجها السياحي المتنوع وكثبانها الرملية ذات القيمة الإيكولوجية المهمة وكذا مواردها المعدنية العديدة والمتنوعة بالإضافة إلى طاقاتها المتجددة وطاقاتها البشرية المتألقة في شتى المجالات وكما هو معلوم فبلادنا حباه الله بسلاسل جبلية تعرف تساقطات تلجية مهمة في فصل الشتاء مما يغني الفرشة المائية للمملكة واجهة درعة فيلالت واحدة من المناطق التي تستفيد بشكل مباشر وبنسبة كبيرة من هذه الثلوج والتساقطات التي تغذي العيون والأودية وتعتبر المورد الرئيسي لإغناء فرشتها المائية رغم هذه التساقطات المطرية والثلجية التي تعرفها الأعالي فهي غير كافية لسد حاجية المناطق الجافة فالجهة اليوم تواجه تحديات كبرى تعتبر من أهم القضايا التي تستحق أن تحظى بالأولوية من طرف جميع المتدخلين وهي إشكالية الموارد المائية تعتبر الأطلس الكبير والأطلس المتوسط للأطلس الصغير عمود الفقاري على السعيد الوطني وعمود الفقاري للجهة فيما يخص تزويد بالموارد المائية إنك تعرف التساقطات ديال التلج وهذه العامرة عارفنا الحمد لله الشي بضايس لي فيهم جوج مترو حتى الجوج مترو حتى ثلاثة مترو وتساقطات المطارية وهي اللي كانت تغدي جميع العيون جميع الأودية فالوحد ديال جير وحد ديال الزيز وحد ديال الغريس وحد ديال درعاء سهلة ملوية وسهلتها ديال المربعة المياه كانت تغدي الشرق السهول ديال الشرق ديال بركان وتتغدي الواحات اللي هدرت عليهم ديال الجير زيز غريس درعاء وتتغدي سهلتها ديال لا فنظرة المياه خصوصا في الآبار والخطارات وتظهور جودتها تجعل الإنسان الواحي مضطرا إلى ترك موطنه والهجرة إلى المدن وما نراه من ضيعات فلاحية خضراء فهو نتيجة مجهودات جبارة لمجموعة من الفلاحين كحل وحيد لمواجهة ظاهرة الجفاف قاد بقادروا خد الجيري العام كامل هاج قاد قلب أجمعت قاد تكمل أولادك وثيما هاد الجافاف تكمل نحن هاد الشي اللي كانت شوفون أخضر راح غير منطقة والبوتين لحده أما خطوال بره جيت ساقي تلواد وخطوال لك الجيه لكل منطقة راح تشوفوا لك الشي اللي الكاين راح الليلة هيا الله سلام حضو الله نهار كانت شد بنيا زيناء وكانوا الاختطار راح كنت كتشوف من هنا للود كل شي خضر نخلل في هاد الوقت راح كي يقول ليحل عراجين الناس هاجرت خرجت البلاد كل هوا في نراه شق المغرب وشيرها مزرب عين في المغرب ولاد هاد البلاد هادي كامت الحياة غادية مستمر هائلة غادية بيئة وشيرها غادية أموره زيانة كالاستفاء الداتي في الزراع في الخضرات دي الأنفوس الأربعة ولكن الجفاه كما قلت هو اللي قهر البلاد هو اللي قهر الناس وهاجرتهم موسيقى هناك أسباب عديدة وراء هذه الظاهرة من بينها قلة التساقطات وعدم انتظامها حفر الآبار بطرق غير معقلنة زحف الرمال، الفيضانات والسيول المؤدية لانجراف التربة في المناطق الجبلية هذه المناطق الجبلية كتعرف واحدة الإشكالية كبيرة ديال الفيضانات اللي كتقضي على دوك المزارع ديال الويديان ديال الأشرار تفاحوا لك شي ديال الكسبة الماشية وتتقضي على البنيات التحتية وتتقطع الطرق المنشآت الفنية ديالطرق القناطير والأرواح البشرية وكتقضي الجوج عواقيم كتقضي تفقير الساكينة ديال العالية الفق وكتقضي التوحل الشدد في السافلة هاداك النقصان ديال الماء ديال منطقة جاب سبب وجود ثقاب وأبيال فيما نبيع وخطارات لأن الخطارة كان في عمرها كانت بدي على كيلومتر ومحد النفو ومحد الماق ومحد الماكين نقصوا وحنا كان نقولون نقيب كنديرو بيله هنا وبيله هنا وكانلاقوا بيله وبخينا غادين 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 تحت ناجبل ينفو حد ناجبل صافي لنا ما بخامنا نديرو والناس هنا راهم متبتين بأرض دياله بسبب الاختارات لنا اخترت مكان لا بومباج لا غازوال لا دو والذي الماكيجون الصباح كان عندهم صنوبة فيها 12 ساعة ونصنوبة فيها 6 ساعة والربوع فيها 3 ساعة ولكن مؤخراً احفروا الناس حتى وصلوا حتى طبقة ديال الشيست هذا كنقوله احنا ترى بجنون ما كان قدروا ما نزيده ديالك الباركة اللي كان هناك في نيفو من 24 حتى اللي فوق حيث كانوا نطلون 24 واخر مشي واحدة مئة متر وكلا قولوا الشيست بالإضافة إلى هذا فما يزيد من تدهور الفرشة المائية بالمنطقة وجود مناجم لاستخراج المعادن التي تقلل من جودة المياه الصالحة للاستعمال وتؤثر على المجال الأخضر بالواحة بمناطق جهة درعة في لالت هناك صناعة وهي صناعة نقول أنها من جميع هناك مناجم متعددة التي تنتج هذه الملوثات سواء المناجم التي هي في طور الاستغلال أو كذلك المناجم التي قد أغلقت ولكن لم ترعي معايير التهيئة فهي أنتجت ركامات من النفايات المرمية في جنبات الويديان وجنبات الأنهار أو الروافد وهذه النفايات تحتوي على نسب عالية من الملوثات المعدنية كالرصاص والزرنيخ والزنك والنحاس وما إلى ذلك اللائحة طويلة هذه النفايات قد تنقل بفعل الرياح وبفعل المياه الجارية إلى السدود إلى الأنهار وكذلك قد تتصرب إلى الفرشات المائية بطبيعة الحال هذه الملوثات قمنا بدراستها نحدد نسبها الآن الحديث عن نسب هذه الملوثات فهي قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة حسب فترات أخذ العينات المهم هو أنها موجودة ووجود هذه الملوثات يخضع لنسب لمعايير ولكن رغم أن النسبة قد تكون ضعيفة فقد تؤثر هذه النسب على جودة المياه وسمية هذه الملوثات قد تحدث أضراراً على صحة الإنسان أو حتى على صحة الكائنات وللحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الإنسان الواحي لا بد من تضافر الجهود وتقاسم التقنيات في المجال الفلاحي كاستصلاح الأراضي الزراعية القابلة للاستغلال والاستعمال معقلاً للماء وبناء السدود وتأهيل الخطارات ومكافحة زحف الرمال وكذا الحد من الهجرة بالحفاظ على الموروث المادي واللا مادي وخلق تنمية مستدامة بالجهة وتثمين الموارد السياحية بالمنطقة وخلق مناصب شغل لشباب الجهة ومن خلال المنتدى الثالث الذي نظمته مؤسسة الخبراء والباحثين لجهة درعة تفيلالت بمدينة ميدلت تحت شعار الموارد المائية التحديات والفرص في سياق التغيرات المناخية تسعى المؤسسة مع شراكائها من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومنتخبيين ومجتمع مدني إلى تكثيف الجهود للحد من إشكاليات المياه بالمغرب عامة وبالجهة خاصة ووضع آليات التدبير وسبل المحافظة على الماء اعتباراً لدوره الفعال والحيوي في تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تحقيق تحديثون تحقيق تحديثون 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 ترجمة نانسي قنقر